اللي في الصورة ده اسمه جهالة البشير سوداني الجنسية قصته كلها حصلت في المملكة العربية السعودية تقدر تقول عليه قاتل خاين ساحر وكل الاوصاف اللي ممكن تتخيلها قضيته تعرفت بسفاح خميس مشهر هنتكلم عن جهالة البشير واحداث صعب جدا تتوقعها 1985 جهالة البشير شاب سوداني عايش في ظروف مادية صعبة وقرر انه هيسافر المملكة العربية السعودية لكن بطريقة غير شرعية وفعلا سافر للسعودية واستقر في الجنوب في خميس مشهر وحاول يدور على شجل وكان في ناس كتير بطرفه تشغله لان اوراقه غير سليمة لحد ما قابل واحدة ست كبيرة في السن وكانت شغالة في تجارة الاغنام ووفقت ان جهالة يشتغل عندها ودي كانت فرصة حلوة جدا بالنسباله لان تجارة الاغنام وتحديدا في خميس مشهر كانت تعتبر من اغلى واكبر انواع التجارة اللي موجودة فهتكون فرصة كويسة لجهالة ان يقدر يكسب مبلغ كبير وخلال فترة قليلة جدا اتعلم جهالة كل حاجة تخص رعاية الاغنام وتجارة الاغنام والست دي كانت بتصق فيه جدا لانها كانت شايفا شاب مكافح وهي كانت عايزة تساعده ووصلت حدود الثقة دي ان يبقى مسؤول عن كل حاجة حتى حركة البيع والشراء فكان يعرف كل حاجة عن تفاصيل ثروة الست دي واللي كانت كبيرة جدا وقتها وقاعد عندها لمدة سنة كاملة وخلال السنة دي كان كمان بيقوي علاقته بكل عيلتها اولادها كانوا اصحابه جدا وكانوا بيثقوا فيه همه كمان جدا شخص قاعد مع والدتهم وبيتابع تجارتهم وعنده امانة غير عادية صعب جدا ان حد فيهم يتوقع ان جهالة البشير شخص تاني غير اللي هم يعرفوه خالص كان ليخطط من الشهر التاني انه هيسرق كل فلوس الست دي ولو اطلب الامر انه يقتلها هيكون عادي وبدأ في تنفيذ خطته بعد مرور سنة كاملة كان بيدرس وبيخطط كل تفصيله كان عارف الست دي بتشيل الفلوس فين وحتى الدهب والمقتنيات الخاصة بيها موجودة فين وكمان بتصحى امتى وتنام امتى وطبيعة حياتها بشكل عام وطبيعة حياة ولادها بيقولها امتى وبيمشوا امتى والخطة بتاعة جهالة كانت متقسمة مجموعة خطوات الخطوة الاولى انه بدأ يعمل نسخ من كل المفاتيح لكل حاجة جوه البيت مفتاح البيت مفتاح الخزنة مفتاح الغرف الداخلية اي مفتاح موجود جوه البيت جهالة عمل نسخ عليه وتيجي الخطوة التانية وهي عبارة ان جهالة هيبلغ الست وهيبلغ اهلها انه حصلت ظروف خارجة عن اردته في السودان وانه مضطر يرجع ضروري للسودان وانه مش هيقدر يكمل الشغل معاهم ولانه كان عارف ان الناس دي طيبة ومحترمة فكان متأكد ان مش هيكون عندهم اي مشكلة وفعلا الناس وفقت وعرضت عليه كل انواع المساعدة والدول مكافأة على السنة اللي اشتغلها عندهم وكان امين وشاطر جديد وحبوا يتطمنوا عليه هيرجع ازاي السودان فقال لهم انه برضو هيرجع بطريقة غير شرعية وجهالة حضر شنطته ومشي من البيت بس مسافرش عالسودان ودي كانت الخطوة التالتة واللي بتقول ان جهالة البشير هيختفي لمدة شهرين في قرية او في بلدة قريبة من خميس مشط وبعد مرور الشهرين هيرجع تاني متخفي على بيت الست دي هيسرق كل حاجة ويقتلها عادي ولما سافر اشتغل عند ناس تانية برضو فرعا الاغنام ولان الناس دي لقيتوا فاهم جدا في الشجلانة الدولو برضو مساحة كبيرة وثقة كبيرة لانه كان برضو امين جدا معاهم وخلال الشهرين كان كتير بيرجع متخفي على بيت الست العجوز الاولى علشان يرقبها من بعيد واكتشف انهم جابوا حد مكانه علشان يشتغل لان اهل السيدة العجوز كانوا عارفين ان جهالة البشير مش هيرجع تاني وانه خلاص هيستقر في السودان فحتى كان بيرائب كل تفاصيل الشخص الجديد اللي اشتغل عندهم وحدد يوم التنفيذ سافر على خميس مشيت بالليل ودخل البيت عادي بالمفاتيح اللي معاه وبدأ يفتح كل الخزم وكل الابواب علشان يسرق الفلوس والدعم وفعلا اول حاجة عملها سرق الفلوس اللي في البيت اللي كان كلها من تجارة الاغنام وكانت سروة كبيرة جدا وكان ده المعاد الخاص بتحصيل الفلوس لبيع الاغنام وكان واخد معاه فاس على اعتبار ان لو قابل اي حد هيعطله كان هيقتله على طول وهو بيكمل سرقة جوا الشقة طلع منه شوية اصوات فالستة الكبيرة سمعت الصوت وخرجت علشان تعرف هو مين اللي موجود في البيت اول ما شافها جهالة ضربها على راسها بالفاس ووقعت وماتت في ساعتها وكمل سرقته عادي وبعدها قفل باب البيت ورجع تاني على البلدة او القرية اللي كان قاعد فيها واللي كان مبلغ اصحاب الشغل الجديد برضو انه عنده مشكلة في السودان وانه مضطر وغصب عنه يرجع تاني على السودان ويستقر هناك وانه برضو هيسافر بطريقة غير شرعية وطبعا الناس برضو وفقه حضى شنطته وحط فيها كل الفلوس اللي سرقها والدعب وسلم على اهل البيت في شغله الجديد وسافر على السودان بس المرة دي سافر فعلا ووصل للسودان وقرر انه هيستقر في السودان خلاص وانه هيبدأ يصرف من الفلوس والدعب اللي قدر يسرقهم من الست العجوز اولاد السيدة العجوز وصلوا الصبح على البيت ولحظوا ان والدتهم ما خرجتش زي عادتها كل يوم الصبح علشان تبص على الاغنام وطرعيهم فلما دخلوا البيت اكتشفوا ان والدتهم مقتولة في نص البيت بلغوا الشرطة وقوات الامن علشان توصل ويبدأوا في عمل التحيات واللي اكتشفوا ان مفيش اي اثار عنف موجودة في البيت لكن كان الواضح انها جريمة سرقة وجريمة قتل وبدأوا يرفعوا كل البصمات من البيت لكن ملاحظوش اي بصمة غريبة موجودة والنقطة التانية انهم بدأوا يحققوا مع كل الناس المحيطة بالسيدة العجوز وسألوا اولادها عن كل الشخصيات اللي كان ليهم معاملة مباشرة معها لحد ما جات سيرة جاه الله البشير لكن اولاد الست قالوا ان شخص مستبعد تماما عن الاتهام لانه كان امين جدا وكان شغال عندهم وانه مشي قبل الجريمة دي ما تحصل بشهرين مسافر على السودان رجال الامنة عملوا التحريات بتاعتهم واكتشفوا ان جاه الله البشير موجود فعلا في السودان ولانه مسافر بطريقة غير شرعية فما كانش فيه اي موعيد موثقة او مكتوبة تؤكد هو دخل امتى او خرد امتى فتم استبعاد جاه الله البشير من اي اتهام في القضية دي وتم تأييد القضية دي ضد مجهول بس لسه القصة ما خلصتش جاه الله البشير قعد 12 سنة كاملة في السودان بيصرف من فلوسه من ثروة الست اللي سرقها وقتلها وفي نفس الوقت ده جاه الله راح لواحد من اكبر السحرة اللي موجودين في السودان وعمله حجاب سحري الحجاب ده يمنع اي حد ان يقبض عليه او انه يكتشف جريمته والحجاب ده من كتر غربته كان بيتحط تحت الجلب جاه الله توقع ان العمل السحري ده كان ناجح جدا لانه قعد 12 سنة كاملين وما فيش اي بلاغ او اتهام جاله وخصوص الجريمة اللي عملها في خميس مشهده وبعد 12 سنة بدأت الفلوس تقل معاه تاني وهنا فكر في الحل السحري تاني ان يسافر تاني السعودية وان يرتكب نفس الجريمة بالظبط وانه برضو مش هيتم اكتشافها وحضر نفسه علشان يسافر السعودية تاني ويرجع تاني خميس مشهده ويوصل سنة 1997 مرة تانية على السعودية وبرضو بطريقة غير شرعية وبدأ يدور على ضحية تانية واشتغل عند السيدة عجوز وبرضو في تجارة الاغنات وقعد عندها شغال 6 شهور بس لاحظ انها جدة واحد من اكبر التجار الموجودين في المنطقة هناك وعرف كمان ان الشخص ده على علاقة مباشرة بكبار رجال الدولة فخاف ان الشخص ده يعمل عنه اي تحريات ويعرف ان هو ده جعل البشير اللي كان موجود من 12 سنة ويتم يكشف القضية القديمة لاي سبب من الاسباب فقرر انه هيسيب الست دي ويشوف مكان شغل تاني غير ان كمان الست دي كانت حريصة جدا وصعب تسج في حد فكل المحاولات اللي عملها جهالة علشان يسيطر عليها كانت دايما بتفشل ده غير انه كان ملاحظ ان حفيدها مش مرتاح لجهالة خالص ساب الست دي وراح على قرية تانية قريبة منهم واشتغل عند عيلة هناك وبرضو في تجارة الاغنام والعيلة دي كانت بتتكون من اب وام ولد وثلاث بنات وقاعد شغال عندهم ثلاث شهور بس الاب كان دايما عنده تحفظ على طريقة شغل جهالة البشيرة كان دايما شايف انه ما بيهتمش بنظافة الاغنام وانه مش متابع شغله بشكل كوي والحقيقة ان جهالة ما كانش مركز في الشغل لانه كان مركز في الخطة اللي عمال يرسمها علشان يحدد هيسرق مين المراته وفي ليلة حصلت خناقة كبيرة بين الاب وبين جهالة والخناقة دي وصلت لمرحلة ان الاب طارد جهالة وطلب منه اللم كل حاكته ويمشي برا البيت فجهالة خد شنطته وخد الفاس بتاعه ومشي برا البيت لكن بعد ما تحرك خطوات قليلة جدا حس جهالة انه تهاني فرجع على البيت تاني وقرر انه هيقتل الراجل ده وخبط على الباب واول من الراجل فتح له الباب ضربوا بالفاس على راسه وموته في ساعتها وسمعت مراته اللي كانت قاعدة جوه صوت السريخ وصوت الضربة ولما خرجت علشان تشوف فيه ايه جهالة دخل عليها بالفاس وضربها على راسها وموتها هي كمان ولما الابناء سمعوا صوت الصراخ والضرب استخبوا في اماكن متفرقة داخل البيت وساعتها كان جهالة بعد ما خلص كل حاجة هرب برا البلدة دي خالص الابن والبنتين لما خرجوا من المكان اللي استخبوا فيه ولقوا والدهم ووالدتهم مقتلين في البيت جريوا بسرعة على جيرانهم وبلغوا الشرطة والشرطة اول ما وصل كان المتهم الرئيسي جهالة البشير في لحظة هروب جهالة البشير كان قرر انه هيرجع بيت الست العجوز اللي كان شغال عندها واللي حفيدها شغال تاجر وقرر انه هيسرقها ويقتلها وبعدها هيرجع على السودان تاني الامن في الوقت دا كان عمال يدور عليه لكن ملوش اي اثر لدرجة انهم جابوا قصاص الاثر لكنهم لحظوا فجأة ان الاثر بتاعه اختفى تماما في الوقت دا جهالة كان مستخبي في مكان قريب من بيت السيدة العجوز اللي كان شغال عندها وخلال اليومين دول كانت الشرطة بتحاول تدور عليه لكن مفيش اي اثر وهنا بس عايز افكركم بالسحر اللي كان عامل في السودان اللي بيساعدوا ان محدش يقدر يمسكوا او يكتشفوا بعد مرور يومين يدخل بيت السيدة العجوز ويقتلها ويسرق كل الفلوس والدهب الموجودين في البيت وهيرج واستخبى برضو في مكان غير معلوم واول ما النهار طلع الناس اكتشفوا ان السيدة العجوز ما خرجتش من بيتها زي ما بتعمل كل يوم فدخلوا عليها لقوها مقتولة والبيت كله مسروق الاهالي تبلغ الشرطة علشان الشرطة توصل فتلاحظ ان نفس طريقة القتل بالظبط حصلت وهنا اتحولت القضية لقضية رأي عام ان في شخص بيدخل بيوت الناس الكبيرة ويقتلها ويسرق كل المقتنيات وساعتها تم اطلاق عليه اعلاميا سفاح خميس مشهر كل ده بيحصل وجهال البشير مختفي الشرطة والمعمل الجنائي بدأوا يعملوا كل التحريات اللازمة وكان العنصر المشترك في الجريمتين ان جهال البشير كان شغال عن ضغط فكده يبقى الاتهام الرئيسي يعود ليه هو الوحد وساعتها كل وسائل الاعلام والرأي العام ما كانتش بتتكلم غير عن سفاح خميس مشهر لدرجة ان حفيد السيدة العجوز رصد مكافأة 100000 ريال سعودي لاي شخص يدل على مكان جهال البشير لحد ما شخص كان بيتمشى بالصدفة جنب منطقة المقابر ولاحظ وجود شخص غريب قاعد هناك ولما سأل عليه عرف من اهالي القرية المحيطة ان الشخص ده ساحر وانه بيساعدهم ويعمل لهم اعمال سحرية الراجل لما قرب منه لاحظ ان مواصفاته تتطابق مع المواصفات اللي الامن ايلها عن سفاح خميس مشهر الشخص ده عمل بلاغ للشرطة والشرطة وصلت علشان تتأكد وتقبض عليه ولما وصلوا قعدوا فترة طويلة يحاول يقبضوا عليه بيهرب منهم بكل الطرق وبطرق غريبة كان بينط بين البيوت بطريقة الامن مش قادر يستوعبها كانت حركته سريعة جدا اسرع من اي انسان لحد ما قابضوا عليه ومن اللحظة دي تبدأ مرحلة جديدة وغريبة على جه الله في السحر ظابط التحقيقات كل ما يحاول يكتب الكلام اللي بيقوله جه الله القلم يقع منه وما يقدرش يسيطر عليه وهنا شك رجال الامن ان الشخص ده ساحر فعلا زي ما الناس كانت بتقول ولاحظ الامن ووجود جسم غريب عامل نوع من انواع الانتفاخ على سطح الجلد فطلب الامن احد الاطباء ان ييجي علشان يأكد لهم ويقول لهم هو الشيء الغريب اللي موجود تحت الجلد ده ايه باللحظة دي سحب جه الله السكينة الخاصة بفتح الاوراق والازرف وحاول يقتل نفسه بيها لكن رجال الامن سيطروا عليه بسرعة وكتفوه وقعدوه لحد ما الطبيب وصل وفتح مكان الجسم الجريب اللي موجود علشان يطلعوا منه حجاب سحري مكتوب فيه طلاصم غريبة ومرعبة ولما سألوه عن الحجاب السحري ده قالوهم ان ده السحر اللي كان عامله في السودان علشان الامن ما يعرفش يقبض عليه خالص وبعد خروج الحجاب السحري من جسم جه الله بدأ ينهار قدام رجال الامن ويعترف بكل حاجة حتى الجريمة اللي عملها من 12 سنة في خميس مشيت واتحكم عليه بالإعدام طبقا للقانون السعودي قطع الرأس بالسيف في ميدان عام علشان كل الناس وسائل الإعلام تشوف ان الأسطورة اللي اسمها سفاح خميس مشيت انتهت تماما قصة جه الله البشير حقيقية واحدة من أغرب القصص اللي ممكن تسمع عنها في حياتك وصعب تتوقع أحدثها تماما سلام عليكم